بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قديم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينطلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها ثوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذين قالوا بلى قد جاءنا نذين فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة أجر كبير فأسروا قولكم اجهروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلونا فامشوا في ملاكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاشبا فستعلمن كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبض ما ينسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غروب أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل نجوا فيه عتوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجيه أهداء أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع واللبصار والنفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ذلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله من معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماء